السؤال المطروح ما هو مصير وسوريو سوريو يلعب مطش حلو دم سموحة وسوريو مكمل وزي الفل سوريو يخسن من امبي وسوريو خلاص قرار بيمشي سوريو بقاعد ولا ماشي انا هجيبه بعد السؤال بس انا ما تعرف يعني انا فكرتك هتقول لي ايه هتقول لي زمانك هجيبه عبادر وامام عشور لا بلسه هجيلك عليها بعد شوية طيب وسوريو مجلس كابتن حسين لبيب ما بيحبش حسب بالقطعين الناس ما بتحبش تشتغل على جزء وجزء يعني الناس حابة تشتغل بستراتيجي معين خلال الفترة دي بشكل علمي اكبر يعني حتى في الاعلان الرسمي النهاردة للقرارات الخاصة بالنادي فيها جانب بتقول يعني ناس مسؤولة عن ابحاث ودراسات بحيث الابحاث والدراسات تتعمل بشكل كويس وبيبتدي التنفيذ نفس الامر ينطبق على اسوريو مجلس الادارة كان فيه تشعر فيما بينهم يعني وكابتن احمد سلمان بما انه مسؤول عن الملف معا كابتن حسين السيد لموقف اسوريو في سؤالين هل المرحلة الحالية تتطلب تغيير اسوريو ام تغيير جهاز المعاون ام تغيير اسوريو وجهاز المعاون ده من وجهة نظرك ومن وجهة نظر مهمة؟ من وجهة نظر الزمالك انا ما بقولت حاجة من وجهة نظر فالتشاور في الاخر تم لا احنا الناس شغالة كفريق واحد من مدير كورا لجهاز فني لجهاز معاون مصري يكملوا مع بعض كفريق واحد مش هنعمل تغيير جزئي في الجهاز لان اخد بالك بعض الاسواد كانت بالطالب تقول لك ايه ما احنا كزمالك يعني يتغير مدرب عام او مدرب حراس او يعني اسماء المصرية تتغير ممكن يحصل جديد مجلس الادارة مش شايف كده شايف ان الناس تكمل مهمتها مع بعض ويتم الحساب جماعي هل مجلس الزمالك يعني احنا كده اتفقنا يا كريم ان ما فيش جهاز معاون هيتغير ومدير فني لأ تغيير كله هيتغير معا بصور يمكن مكمل مؤقتا يعني مؤقتا يعني دلوقتي انت بتقول مطش يسموحها لعبه كويس مطش مش عايف ايه مطش ايه لأ هو مؤقتا هيتم الحساب يعني هياخد فترة زمنية مش طويلة هيتم مراجعة شاملة للاحداث داخلية المراجعة دي تحصل لحد فترة توقف القدم ما بعد مباراة برامت ممكن ما بعد مباراة برامتز هيبقى قصة حاجة ما بعد مباراة برامتز فعلا يعني يبقى فيه تقييم للموقف بشكل كامل طيب على اساس التقييم ده نشوف اسوره وهيمشي ولا مكمل